موسيقى يده القاتل يقتل فهذه عقوبات لهؤلاء العمل الذي قاموا به ومنها المرتد إذا ارتد يقتل إذا تاب من الردة يترك هو يعاقب على هذا الفعل أن فيه استهتار بهذا الدين فيعاقب على هذا العمل كما لو سب الرسول أو سب الله جل وعلا أو كذا فأنه يقتل لهذا الفعل وليس لأجل أن ناصبه على الإسلام الإسلام يعني لا يحتاج ولا يريد يعني مرتزقة يعني صير مسلم ولا ذبحناه كله لا لا ما نريد مرتزقة أول شيء السبي لا يكون إلا الكفر لا يجوز السبي مؤمن يعني لا يجوز يكون قتال بين مسلمين مثلا لأي سب من الأسباب الفتن التي تحدث يكون قتال بين المسلمين لا يجوز السبي أبدا السبي لا يكون إلا الكافر لا يسبى المسلم أبدا وإنما يسبى الكافر وأنا أرجو أن الإنسان لا يخجل من دينه ويقول لا هذا قبل والإسلام لا يدعو إلى هذا لا كن قويا في دينك أظهر دينك نعم هذا ديني نعم الذي لا يرضى أن يعبد الله تبارك وتعالى فإنه يستعبد أو يدفع الجزية أو يدخل في الإسلام أو يقاتل هذه لحوال الأربعة أبدا لا يوجد حال خامس لذا أول ما يدعى الإنسان يدعى الإسلام يقول لا أعبد الله تبارك وتعالى الله خلقك لتعبده فإذا قال لا أريد أن أعبد الله تبارك نقول تعيش في أرض الله ولا تعبده ادفع الجزية نقول ولن أدفع الجزية فإذا رفض أن يعبد الله ورفض أن يدفع الجزية نقول له إذن ما لنا معك إلا القتال فنقاتله لأجل هذا فإن قتلناه فهو في النار وإن أسرناه فهو من السبي يصير عبدا رغما عنه لما رفض أن يكون عبدا مكرما باختياره فسيكون عبدا حقيرا بدون اختياره هكذا هو الأمر بالنسبة للذين لا يعبدون الله تبارك وهؤلاء لا تشفقوا عليهم هؤلاء كفار هؤلاء يرفضون أن يعبدوا الله تبارك وتعالي يرفضون أمر الله جل وعلا فالإنسان لا تأخذه الشفقة على أعداء الله على ناسهم معتدون كمن تأخذه الشفقة على مجرم يقتل الناس يسلب أموالهم يعتدي على أعراضهم يؤذيهم ثم يأتي آخر يقول ولو صحيح قتل خمسة قتل ستة لكن لا بد أن نسامح لا هذا خطأ خطأ مسامحة هذا